أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدد وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالزمة والصدق وأن أخترم القوانين عقب صدور قراري رئيس الجمهورية بتعين دفعة 2016-2017 أدى المندبون المساعدون الجدد اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة حيث عد مجلس الدولة أحد الأعمد الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر اليوم ده أكيد يوم مشهود لهم ويوم مشهود لنا أن نستقبل دفعة جديدة من الشباب اللي يدعموا فكر التواصل الأجيال في القضاء المصري وقضاء مجلس الدولة على وجه الخصوص يتبدأ حياتهم العملية وينضموا للعمل ويزيدوا العمل سراء وتحقيق العدالة ووسط فرحة أهالي المندبين الجدد بالتحاق أبنائهم بمجلس الدولة أعرب المندبون المساعدون عن تقديرهم واعتزازهم بالمهمة القانونية الملقى على عطقهم لتحقيق العدل وأعلاء سلطة القانون نجني الثمار مجهودة عظيم طوال الفترة اللي فادي دي كلها يعني الحمد لله يعني فضلوا قرم من ربينا كلنا سعادة بتحقيق حلمنا جميعا وتمنى طبعا أن نكون قد الثقة دي بإذن الله هي مسؤولية كبيرة بتلقى على عطق الفرض ويا رب ان شاء الله نكون قدها وربنا يقوين على المهمة المكالة إلينا فرحة كبيرة جدا وفخر لأي حد طبعا انتماء لكيان عظيم زي مجلس الدولة أنا سعيدة جدا 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 وفرحانة لأن دي كانت أميه ابني وأنه يلتح يعني ينال الشرف ده حاسة يعني المجهود اللي عمله في مذاكرة وصهر الليالي فالحمد لله ربنا كلله بالنجاح ووصل لهو عايزه هذا وقد أدى المندبون المساعدون بمجلس الدولة اليمين القانونية إذن ببادئ عملهم بهذا الصرح الكبير والذي طالما كان حلما يراود الكثيرين منهم وتحول إلى حقيقة على أرض الواقع لمياء موافي التلفزيون المصري